السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة تبخوا معلومة معقومة اسمين. القصة بتاعت النهاردة يا جماعة قصة بنت اه في يوم من الايام في مركز شرطة ما كان معين يعني. البنت دي دخلت وكان معاها شاب سوري. كان دخلة بتتكلم مع مركز الشرطة مع الزابط بتقول له انا عايز اعمل محضر. ان فيه تلاتة اختصبوني غصب عني. وكنت عايز اعمل لهم محضر وكده. قال لها خلاص ماشي حكي لنا القصة وحكي لنا ايه اللي حصل بالزبط. قالت لهم بالتفصيل انا بنت اه شغالة في شركة مؤولات سكرتيرا. اه معايا صاحبي اللي هو جاي معاها يعمل البلغ ده. شاب سوري يا جماعة. اه محاسب. بتقول ان ايه بحكم شغلها كاب بتتردد عنده في شاقته. اه بتروح له عشان يخلصوا شغل هناك في شاقته. كذا مرة رحيط له بدر المرة اتنين وتلاتة واربعة يعني. كاب بتخلص شغل. وفي يوم من الايام وهي قاعدة معاه الباب خبط. فالشاب السوري فتح لقى اربعة مسكين مطاوي. وبيهددوهم بيقول له انا عايز البنت اللي عندك دي. وما جدش البنت اللي عندك هموتك بالمطوى. فالشاب السوري قال له هديك فلوس وهديك كمبيوتر وهديك تليفون بس يسيبها ايه. متكلموهاش راح قال له لا انا اخد منك الفلوس واخد منك كل حاجة وهاخد البت دي. وفعلا خدوها ونزلوا بيها يا جماعة في عمارة تحت الانشاء كده دخلوها. واختصبوها لمدة اتناشر ساعة. اه وبعد كده هي مشت وقالت لما شدي حيل شوية هروح ايه. اه كان طبعا تحت كل ده تحت تهديد السلاح يا جماعة. اه قالت هشدي حيل شوية بعد كده روح ابلغ مركز الشرطة. فطبعا اه راحت وكاد بتتقدم ببلاغ فالزابط طبعا مش اي حد يقول له احد اختصبني هيصدق كده يا جماعة. قال لها خلاص ماشي اه بس انتي اختصبوك كده امتى? قالت لهم اه من قيمة اه عشرين يوم. قال لها يعني انتي الموضوع ده حصل بمعاك بقاله عشرين يوم ولسه فاكر ان انتي تيجي تبلغي دلوقت. راح البنت سكتت كده. راح سأل المحاسب اللي هو جاي كان بيشهد على الكلام اللي حصل لان الكلام ده حصل في شاقته. اه بيسأله بيقول له هي بتيجي عندك ليه? قال له بتخلص شغله كده. قال له في بينك وبينها علاقة. الراجل برضو سكت وقال له لا علاقة شغلة بس بطريقة كده ان هو خاير. فطبعا هي لما فضوا الكاميرات فعلا عرفوا ان فيه عمارة تحت الانشاء البنت دي دخلت وكانوا مصورين الناس اللي كانوا واخدينها من فعلا وكانوا حاطين السلاح في جنبها هي والشاب السوري. اه جابوهم وجم مركز الشرطة. وراح اول ما جم قالوا اه احنا بنعترف ان احنا عملنا فيها كده احنا مش غلطانين بس البت دي بتروح للشاب السوري دي ومشي معاها مشي مش محترم وبتعمل كده مع اي واحد واحنا خدناها وعملنا فيها كده عشان تتربوا. يعني طلعت البنت يا جماعة كان بتروح للشاب السوري بتاخد منه فلوس مقابل ان هي بتعمل معاها علاقة هو وغيره وغيره وغيره. فلما ناس من المسجلين خطر في المنطقة لحظوا الكلام ده فقال لك ايه انا نستقصدها ونمسكها نديها درس ما تنسهوش في حياتها. راحوا مسكوها وعملوا فاكدة وفعلا كانوا مختصبينها بس يا البنت دي كانت مشها مش كويس يعني. احنا طبعا يا جماعة انا جبتلكوا القصة دي للنهاردة عشان انا يا جماعة بحب الناس اللي هي مثلا الناس اللي هي مثلا تسمعني تاخد يا جماعة اي 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 فايدة اي موعزة اي حاجة من الفيديو اللي انا بعمله يعني. يعني لما واحدة تيمشي ماشي مش محترم وتروح بالفلوسي مين وشمالة تستنى ايه من الناس مثلا في الشارع امرأ بنا حبة شباب هيعملوا اي يا جماعة لان هما يعملوا فاكدة. طبعا انا ما بشجعش اللي بيتعمل ده ولا ارضى ان حد يعمل كده حتى لو هي بيت مش محترمة ما لوش حق ان هو يعمل فاكدة. بس انت يعني لكل فعل رد فعل يا جماعة لكل فعل رد فعل. طول ما انت ماشي محترمة طول ما انت مقدبة طول ما انت بتتقرب بنا في كل حاجة عمر ما حد هيجي عليك ولا هي يعني لما تكون يماشي محترمة في حد هيقدر يكلمك او يقولك كلمة سافلة او يحط يده على جسمك او يعمل فيك حاجة غلط يا جماعة طول ما البنت دي معروفة ان هي محترمة طبعا لا. لما تمشي عيدل يحترى عدوك فيك زي ما بيقولوا يا جماعة امشي عيدل يحترى عدوك فيك يا رب الفيديو يعجبك ولا عجبكو ما تنسناش باللايكات يا جماعة بقى والاشتراك والتعليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة